قال الاسباني اخوان كارلوس جاريدو ان فريق الاسماعيلي خاض مباراة كبيرة امام فاركو وقاتل بشكل جيد والفريق خاض المباراة بشكل جيد وكان هناك تركيز كبير من جميع اللاعبين واضاف جاريدو في المؤتمر الصحفي ان المباراة كانت صعبة لان فاركو فريق دفاعي بشكل كبير مضيفا ان فاركو كان له اكتر من فرصة على المرمى والهدف الاول الذي احرزه فريق فاركو جاء من خطأ واضح جاريدو خضنا مباراة كبيرة من اجل التعويض ولعبنا بتفكير من اجل الفوز بالمباراة موضحا كنا الاحق بالفوز بسبب كسرة فرصنا في المباراة وعلق جاريدو على هدف تعادل فريقه قائلا فريق فاركو هو من اخرج الكرة لاضاعة الوقت والحكم هو من يقرر اذا كانت الكرة تعود لفريق فاركو بعد استئناف اللعبة ام لا واختتم المدير الفني الاسماعيلي حديثه قائلا فريق فاركو جيد في الشق الدفاعي وهو فريق صعب بشكل كبير وعلينا ان نتقبل نتيجة المباراة شكرا شكرا